سيد كاظم مشروع التعديل المتعلق بقانون الأحوال الشخصية وصف بأنه تكريس للطائفية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية نبدأ من ردود الفعل السياسية والشعبية المتعلقة بهذا التعديل والاحتراضات المشار إليها بناء على التفصيلات التي لا تتناسب لربما مع المجتمع العراقي حقيقة ردود الأفعال السياسية لي أنا كمراقب أولا وكعراقي ثانيا لا قيمة لها الردود السياسية لأن هم السياسين الذين يحاولون شق صف الشعب العراقي بهذه القوانين التي هي غريبة بعض الشيء عن العراقيين أما ما يهمني هو ردود الأفعال العراقية والشارع العراقي أستاذ هذا القانون حقيقة يدل على جهل وتخلف من يحاول أن يشرع مثل هكذا قوانين ولكن حسنا فعلوا أن السادة النواب وسيدات الذوات بمقابلة السيد فايق زينا الرئيس مجلس القضاء الأعلى باعتباره هو المعني الرئيسي بهذه الأمور لأن القضاء هو المعني في جميع المنازعات أستاذة أريد أن نوه إلى مسألة النظام السياسي بالعراق من يحمي النظام السياسي بالعراق ويدعم النظام السياسي وصمام الأمان للنظام السياسي بالعراق هو المرجعية الحكيمة السيد السيستاني وحماية العملية السياسية وتفعيل الدستور هو مجلس القضاء الأعلى والمتمثل بفايق زيادان إذن السيد فايق زيادان هو صمام أمان العملية السياسية وصمام أمان الحد من المناكفات في الشارع العراقي وحل المنازعات إذن نحن هنا اليوم هذا القانون أستاذه هو من القوانين اللي دائما يرحلوه يعني مو حديث اليوم يعني مو هذا جديد علينا هاي صار تقريبا هاي الدورة الثالث مرة أو رابع مرة يثار هذا الموضوع ويرفض ويرفض من قبل الشارع العراقي سنة بسنتهم وشيعتهم حتى لا يجيني واحد يقول أنه هذا مذهب وكذا أن أستاذ احنا بالنسبة أن حتى قانون العراقي قانون الأحوال الشخصية هو عندما يعقد الرجل في المحاكم يسأل على أي مذهب تريد إذن ماذا نريد من هذا القانون ليش إحنا هذا القانون هل نريد زواج القاصرات هل يعقل حتى أكون دقيق هل يعقل زواج القاصرات بتسع سنوات هل يعقل حرمان الإناث من الميراث هل يعقل الزواج الخارجي اللي إحنا سبب الطلاقات وسبب تدهور الأسرة العراقية بالزواج الخارجي العقد الخارجي الذي يعقدون عقد سيد وعقد شيخ ومن ثم يأتون الأطفال ويهرب يطلقها ويهرب شفاها وهي تحير بالحقوق إذن نحتاج القانون الذي يحمل مرأة نحتاج القانون الذي يحمل أسرة لا نحتاج القانون الذي يفصل على مزاج الكتل السياسية نحتاج إلى قانون يمثل الشعب العراقي بكل أطيافة نعم في الدستور العراقي موجودة فقرة تقول هذه الفقرة بأن العراقيون أحرار في اختيار ما يمثلونهم من المذهب والدين نعم فموجودة هذه الفقرة في قانون الأحوال الشخصية نحن ومن خلال منبركم كنا نتأمل تعديل المادة 57 فقط وهي مصاحبة الأب لأن هذه المادة بها بعض الشيء من الظلم للرجال في مصاحبة أولادهم وكذا ولكن نحن طالبنا وأنا من المطالبين بتعديل المادة 57 لكي ننصف الرجال لا لكي نفاجئ من قبل النواب يخترعون هذا القانون بهكذا كيفية ولا نفق للزوج المطلقة ولا نفق للأولاء ماكوش مانطق ماكوش مانطق ماكوش مانطق نعم